كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة سألتها في مسألة الكحل والسواك تقول يعني هل تؤجر عليها المرأة وهناك قشرة شجر الجوز تستعمله المرأة فيغير عندها شيء من الأسنان تقول ما حكم ذلك أختي كريمة بارك الله فيك أولا بالنسبة للسواك سنة ويتأكد في خمسة مواطن عند دخول المسجد وعند دخول البيت عفوا عند الوضو عند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من الليل وعند تغيير رائحة ألفا هذه خمسة مواطن يتأكد فيها السواك وهو عام للرجال والنساء فالمرأة التي تستاك مأجورة لأنها اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح هذا بالنسبة للسواك بالنسبة للكحل الكحل من الزينة ولذلك المرأة تتزين بالكحل والمعتدة من وفاة ممنوعة من الكحل لماذا لأنه زينة لأنه زينة فلهذا المرأة تتكحل لزوجها لنسائها بين محالمها لا حرج في ذلك فإذا المرأة اكتحلت من باب التحبب والتودد إلى زوجها لا شك أنها تؤجر بهذا الاعتبار استعمال قشرة الجوز لتنظيف الأسنان هذا يدخل ضمن السواك مسألة السواك والسواك من مقاصد إزالة ما علق بالأسنان وأيضا تنظيف الأسنان لأن الأسنان تصاب بالأصفرار من الطعام أو الشراب فاستعمال قشرة الجوزة هذا يحقق أحد مقاصد السواك وهو تبيض وتنظيف الأسنان بارك الله فيك